هل ينبغي أن نتخوف من هذه القرارات؟ أم ينبغي أن نطمئن؟ أعتقد اثنين مع بعض يجب أن نتخوف ويجب أن نطمئن نوعاً ما في المنطقة العربية في عنا نوع من الخوف لكن خلينا نحكي في مجموعة في الدول الأوروبية القوانين لحماية الخصوصية التعامل مع المنصات واضح وصريح فتوقع في قانون متقدم في الحفاظ على الموازنة بين الحفاظ على الحرية والحرية لماذا تخوف كبير في المنطقة العربية؟ أليس تخوفاً مشروعاً؟ أعتقد أنه اليوم القوانين عندنا في المنطقة العربية التي تحمي خصوصية الناس والتي تحمي خصوصية المعلومات والتي تحمي حرية التعبير ليست ناضجة بشكل كافي لحماية المستخدمين في المنطقة يعني هذا التخوف الأساسي في المنطقة العربية اليوم في مجموعة من البلدان عندها مجموعة من التشريعات لكن في جزء كبير غير مرتبط بهذه التشريعات في جزء من التشريعات بحاجة إلى تطوير لحماية حرية التعبير وبنفس الوقت لحماية خصوصية الناس بتوقع يعني التخوف مش يعني يعني اليوم المعلنين والنموذج المالي بتوقع رح يحكم المنصة بشكل أكبر مع الوقت فلن يكون هناك خليل نحكي مخالفة كبيرة للقواعد وآوريدي إيلان موسك بعث رسالة وزي ما تفضلته كان جزء من الرسالة بيحكي أنه أوكي رح يكون في حرية التعبير على المنصة لكن مش رح تكون الحرية اللي بتتعدى على خصوصيات الآخرين اللي بتنشر خطاب الكراهية بشكل كبير اليوم كمان يعني بتعرف الجزء الأكبر من المستخدمين للمنصة ليس في العالم العربي الجزء الأكبر للمستخدمين للمنصة في دول معينة في العالم العربي والجزء الأكبر الآخر والمهم والذي يؤثر كمان في العالم في الولايات المتحدة اللي هو الشباب وأكثر من مستخدمين الأكبر عدد من مستخدمين منصة تويتر هم الشباب الأمريكي وإحنا هلأ داخلين على انتخابات أمريكية انتخابات ميت ترم وبعدها رح تكون الانتخابات بـ 20-24 فبتوقع الخوف عندهم في الولايات المتحدة أكبر بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر